موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبكم عزيزي المشاهدين في اللقاء الجديد مع برنامجكم مجالسنا المحلية والذين استعرضوا في واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع من هنا من أراضي سوريا المحررة هي أكثر المحافظات سكانا تمتلك أهمية فائقة في الصناعة والتجارة والزراعة مركزها من أقدم مدن العالم عرفت عبر التاريخ بصناعتها العريقة مثل النسيج وحلج القطن وصناعة الزيتون وصناعة صابون الغار لا تكاد تخلو مدينة من مدن المحافظة إلا فيها آثاراً أرخت لوجود حضارات عريقة مثل الأكاديين والبابليين والآراميين والرومان وصناً للحضارة الإسلامية عظمة التاريخ لم تشفع لها فما من شبر من أراضي المحافظة إلا وتلقى طعنة من طعنات الغدر والإجرام يتصدى أبناؤها اليوم لأعتع عصابات الحقد واللؤم والظلم انطلاقاً من عصابات النظام وداعش مروراً بالميليشيات الطائفية العراقية واللبنانية والإيرانية وصولاً للبطش الروسي والعجز العربي والدولي وسط هذه الأنات والتحديات انطلق مجلس محافظة حلب الحرة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام لتخديم وقيادة مدن محافظة حلب أعزائي المشاهدين يسورنا في هذه الحلقة أن نستقبل السيد بشير عليطو محافظة حلب الحرة أهلاً وسهلاً بك سيد بشير أهلاً وسهلاً بكم حياكم الله أهلاً وسهلاً بك أستاذ بشير حالياً مجلس محافظة حلب في نهاية الدورة الثالثة وسياد تقنت المحافظ حلب الحرة في هذه الدورة كيف سلمتم مهامكم ما هي الآلية التي وصلتم بها لهذا المكان حبث لو تضع المشاهد في تصور عن عمل المجلس في الدورة الثالثة طبعاً الجواب على هذا السؤال سيحتاج إلى شرح كامل عن مجلس المحافظة تأسس منذ ثلاث سنوات تقريباً يعتبر من التجارب الناجحة والذي يتمنى لها النجاح أكثر مجلس المحافظة ينبسق عن هيئة عامة عددها 344 شخص تمثل مدينة حلب والأرياف يعني تمثل محافظة بشكل كامل 344 شخص أعضاء هيئة عامة مرشحين من المجالس المحلية الفرعية مرشحين من الهيئات السورية الموجودة حتى من الفصائل العسكرية الموجودة في المناطق التي ترشح أعضاء الهيئة العامة تجتمع الهيئة العامة بعد انتهاء من تصميمها تنتخب مجلس المحافظة 43 شخص أيضاً يمثلون كامل مناطق محافظة حلب ضمن دوار انتخابية عددها خمسة هنا خمس دوار انتخابية خمس دوار انتخابية ما هي تمثيلتها؟ طبعاً الأرياف الجنوبي، الغربي، الشمالي، الشرقي، المدينة نعم لمشاركة الجميع وضمان المشاركة دوار انتخابية حسب عدد السكان مساحة جغرافية القدرة على التخديم يتم الانتخاب على هذه المعايير 43 شخص اللي هنا مجلس المحافظة يجتمعون بالاجتماع الأول وينتخبوا المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائب الرئيس نعم، ذكرت حضرتك أنه هنا خمس دوار انتخابية تمثل جميع الأرياف متعرف عليه من المعروف الآن أن الريف الشرقي سواء أو أجزاء كبيرة من الريف الجنوبي هي أرياف محتلة وبعض الرياف الشمالي من قبل داعش ممثلين هذه المناطق ما هو دورهم؟ من أحد المعايير الذي ذكرت هو القدرة على التخديم بالنسبة للتمثيل طبعاً نحن حالياً نعيش أوضاع استثنائية متغيرات مستمرة مناطق تحرر مناطق تحتل حركات نزوح جماعية كبيرة ربما يتم إخلاء بعض المعات بشكل كامل لكن هذا لا يمنع أن يبقى مجلس المحافظة وعضاء مجلس المحافظة ومجلس المحلية فرعية تخدم على الأقل النازحين الذين نزحوا من قراءهم أو مدنهم فلا يمكن حالياً نطبق المعايير المثالية في الظروف اللي حالياً ربما حالياً نحن مثلاً نجالسون في هذا البرنامج بعد ساعة أو ساعتين يتغير الوضع الأمني في مكان ما فلا يمكن دائماً يكون في سرعة تجاوب مع الممسلين أو مجالس المحلية لكن تجربة مجلس المحافظة نعتبرها تجربة ناجحة نتمنى لها النجاح الأكثر لأنها بنظرنا هي الجناح الآخر للثورة إذن مجالس المحافظات ومجالس مدن هي جناح من أجنحة الثورة؟ نعتبرها الجناح الآخر ولنسى جناح فقط من جناح الثورة الثورة اضطر الشعب السوري إلى حمل السلاح بسبب القمع وقصف النظام وتدخل حلفاء النظام لمساعدته في قصف هذا الشعب فاضطر الشعب السوري إلى حمل السلاح فكان هذا جناح وكان لابد من جناح آخر للثورة حتى تنجح هو الجناح بناء الدولة طيب ضمن هذا السياق وضمن التمثيلات حديث الشارع الحلبي هو موضوع الهيئة العامة وما تناولهم كان سواء على مستوى المدينة أو مستوى المحافظة وكان هناك حسب متابعتنا للأمور الهيئة العامة كان هناك عدة مبادرات من مجلس المحافظة لوصول الهيئة العامة إلى بر الأمان ما هي وجهة نظركم ومبادرتكم لإنجاح مسير الهيئة العامة الجديدة المقبلة للدورة الرابعة طبعا أنا أعتبر هذا شيء صحي لأنه بذل على الاختيار الحقيقي والصحيح وليس على وضع أسماء كما كان سابقا أيام النظام توضع أسماء يعلم الناس النفائج قبل أن تحدث الانتخابات فربما التأخير اللي حصل شيء صحي حاليا في ظروفها الحالية للوصول إلى هيئة عامة تمثل المحافظة بشكل حقيقي نعم فحاليا الأمور في مهايتها ما هي الملابسات التي أخرت تشكيل الهيئة العامة نحن الآن في دورة المجلس القديم عام انتهت والآن في صلى أسبوعين على ما أعتقد المفترض أن نكون التأمت لهيئة العامة واجتمعت وانتخبت أعضاء مجلس محافظة جدد ما الذي أخر هذا النوضوع؟ طبعا مثلا ريف الشرقي هو وجود داعش ريف الشرقي طبعا أخر التواصل الوصول إلى الأشخاص فعلا بمسلوا المناطق كان التواصل صعب ما حصل أخيرا مريف الجنوبي أيضا اجتياح النظام لأغلب مناطق ريف الجنوبي طبعا نعكس هذا الشيء على المدينة فالأمور تعتبر صحية ولم يحصل التأخير اللافة النظر الدورة الحالية الثالثة بدأت بـ 14-12-2014 وحسب الواقع الداخلي التي اقرت من الهيئة العامة في حد اجتماعاتها لوائح الداخلي ونص على أن الدورة مدتها سنة كاملة فهي انتهت فعليا الدورة بـ 13-12-2015 يعني منذ أسبوعين تقريبا أو أقل فلم يحصل التأخير الكبير رغم الظروف اللي عم نمور فيها طب تشكيل الهيئة العامة في مدينة حلب حدثت فيه ملابسات كثيرة وكان هناك تأخير وتجاذبات على مستوى الهيئة العامة وكان دور لمجلس المحافظة في إدارة هذا الملف مول هل هناك توصيف لهذه الحالة هل كان هناك مبادرة مقبل مجلس المحافظة ساهمت في الانتخابات الأخيرة التي حدثت في مدينة حلب طبعا مجلس المحافظة كان في عليه واجب أنه يحاول يدفع المركب إلى الأمام طبعا دائما فيه آراء ووجهات نظر تختلف أحيانا فكمجلس المحافظة يحاول يقارب بين هذه الأفكار للوصول إلى الهيئة العامة لا يمكن دائما نطبق المثاليات في ظروف الحالية يجب أن يكون تقاطع مصالح يجب أن يكون تنازم بعض الأطراف فمجلس المحافظة حاول بمبادرتين رأب الصدع تجميع الأفكار قدر الإمكان ومقاربتها والحمد لله في النهاية حصل هذا الشيء حاليا نريف الشرقي يقدم الأسماء بالمدينة طبعا حديثنا على المدينة كان المدينة حصل فيها توافق جيد يعني كان فعلا جيد ومثالي حصل في المدينة ونتمنى أن ينتهي التشكيل الهيئة العامة خلال شهر أو أكثر قريلا طيب سيدي الفاضل مهمة مجلس المحافظة وقيادة مجلس المدينة والبلدات التابعة للمحافظة حلب في ظل الثورة عديد من المجالس تشكل بشكل تلقائي وحدثت خليناهم فجوة في هذه عملية التواصل بين مجلس المحافظة ومجلس المدينة في خلال دورتكم كيف حاولتم السيطرة على قيادة قيادة الصحيحة وإدارة مجلس المدينة والبلدات؟ طبعا هي المجالس المحلية اللي حاليا نطلق عليها مجالس الفرعية اللي هي في البلدات والمذن كانت أغربة مبادرات من أهالي المذن أنشئت مجالس المحلية عدد لا بأس به قبل مجلس المحافظة وأنشئ مجلس المحافظة قبل الحكومة فكانت العملية نابعة من القاعدة مجلس المحافظة الدورة الثالثة بالاجتماعات الأولى من بداية الدورة كان محور الاجتماعات هو وضع خطة أو آلية للعمل مع مجالس المحلية كان يتمحور حول شقين فقط هو الشق الإداري وشق الخدمي طبعاً الشق الإداري نعتقد أننا أنجزنا فيه شيء جيد اللي هو كان هيكلة مجالس المحلية الفرعية وفق آلية موحدة انتخاب بشراف المكتب القانوني نجية المجالس هو كان إعطاء دور بشكل حقيقي بكل شيء يخص عمل المجالس المحلية يعني هل هو تقصد به تفعيل الإدارة المركزية؟ أي علاقة بين أي بلدة أو مدينة مع مجلس المحافظة يجب أن تكون عن طريق المجلس المحلي الفرعي موضوع المشاريع التي يقوم بها مجلس المحافظة حصر عن طريق مجلس المحلي حاولنا قدر الإمكان إعطاء مجالس المحلية دورة طبعاً لن ندعي القدرة على إثمام جميع الأفكار فالإمكانيات متواضعة وضعيفة وحتى نتمنى مجتمعياً أن تعطى مجالس المحلية الفرعية ومجالس المحافظات تعطى الأهمية التي أعطاها النظام لهذه المجالس لكن بالناحية الأخرى النظام شعر بأن هذه المجالس هي خطر عليه يدعي أمام العالم كله بأنه في سوريا لا يوجد ثورة يوجد عصابات مسلحة مدعومة من ثركيا، من السعودية، من دول أجنبية وهو يدافع عن الشعب ويدافع عن الدولة هذا الأمر وجود مجالس المحافظات ومجالس المحلية هذا تكذيب لهذه الإذعاءات هذه المجالس المحلية تقوم بتخديم الناس تنبسق من الشعب السوري، تنبسق من انتخابات حقيقية تجري واختيار حقيقي شفاف تقوم بعملها ضمن إمكانياتها لذلك يقوم بقصف هذه المجالس لأنها تكذب إذعاءاته بأن في سوريا فقط هي عصابات مسلحة سوريا فيها ثورة حقيقية، ثورة بكل معنى الكلمة، ثورة من أحد أسمائها كانت الكاشفة التي كشفت الكثير من مواقف الزائفة، من الإذعاءات والشعارات حتى العالمية تتحدث عن هؤلاء الإنسان، عن حق تقرير المصير، لكن الثورة السورية كشفتها وأحد أسماء الكاشفة كان اسم معبر جداً عن السورة السورية سيد بشير، هل تعتقد أن استهداف النظام وحلفائه لمقر مجلس المحافظة هو لأنه شعر بالتهديد من قبل تشكيل مجالس منتخبة لها شرعية، لها حضن شعبية؟ فحاول أن يقضي على هذه التجارب؟ طبعاً، طبعاً، اللي ذكرناه يصب في نفس هذا المعنى النظام السوري شعر بأن مجالس المحلية شيء مؤذي أو مهدد لوجوده هو شيء موازي لبناء دولة السورة، دولة الأعدالة والكرامة فوجدت أنه من الضروري قصف المجالس المحلية مجلس المحافظة قصف سلاس مرات، وفي آخر مرة دمر بشكل كامل مجلس كافرنبل تم قصفه دائماً تهديدات بالقصف ومثابة على الاجتماعات فالتجربة نتمنى أن ترطي الفصائل العسكرية والهيئات السورية ترطي هذا الإهتمام بمجالس المحافظات يجب أن تعلم أن النصر بالسورة ليس فقط بالسلاح السلاح يمكن أن يسقط النظام، لكن لن يقيم دولة ذكرت حضرتك أنه كان هناك محاولة لمجلس المحافظة وجهد لتنسيق الدعم والتواصل مع مجالس المدن عبر مجلس المحافظة هناك شق آخر في هذا الموضوع وهو دور المنظمات بالتواصل مع مجالس المدن ومجالس بلدات هل تلتزم المنظمات المجتمع المدنية المنظمات الدعمة بالتواصل مع مجالس البدن الفرعية أو مجالس البلدات عبر مجلس المحافظة؟ طبعاً بالفترة الأخيرة نحن بالبداية الدورة الحالية تواصلنا مع مجموعة المنظمات وكان طلبنا هو مأسسة العمل عبر مجلس المحافظة مجلس المحافظة يملكات بيانات جيدة بالنسبة للنزوح والاحتياجات والمشاعر الخدمية فكان أحياناً يحصل تكرار مشاريع في بعض الأماكن وحرمان بعض الأماكن مشاريع أخرى بسبب التواصل مع ربما هيئات صغيرة أو مجالس محلية في مكان ربما يعتبر أن هذا المشروع هو حقه ربما يكون هذا المشروع بمكان آخر بحاجة أكثر له فمجلس المحافظة كان بإمكانه يؤمن قابة البيانات للمنظمات الأولوية والحاجة طبعاً حصل تجاوب بشكل جيد حالياً المشاريع ترفع عن طريق مجلس المحافظة من مجالس المحلية مجلس المحافظة يؤمن لها الدراسة الفنية والنموذجية المعتمدة عند هذه المنظمات يقوم بمتابعتها يعتبر الشريك في الداخل لهذه المنظمات طبعاً هذا الأمر أراحل المنظمات وأيضاً ساعد مجالس المحلية في الإختيار وفي ترتيب الأولويات إضافة إلى أن مجلس المحافظة قام بعد الدورات لمجالس محلية هدفها كان إدارة المشاريع دراسة المشاريع والتشغيل إضافة إلى دورات إعلامية فبرأيي أنا بالدورة الحالية كان في تشابق جيد بين مجالس المحلية الفرعية مع مجلس المحافظة كان في تعاون جيد المجالس المحلية أيضاً شعروا أن الأمر يحتاج إلى تسلسل هرمي يحتاج إلى إدارة حقيقية يحتاج إلى مؤسسة وليس عمل فردي بكل منطقة مستقلة وكأنها تعيش بمعزل عن دور مجلس المحافظة بشكل عام متعرف عليه في الإدارة المركزية هو قيادة العمل المدني في المحافظة التي يشغلها في الوحدة الإدارية هناك حالياً في ظل السورة ظهرت الشرطة الحرة هناك فصائل عسكرية هناك مجلس المحافظة طبيعة العلاقة طبيعة التنسيق بينما كانت قضائية أو شرطة أو فصائل عسكرية ما هي الأدوار ما هي أسلوب التنسيق حجم التنسيق مستوى التنسيق بينكم وبين هذه الأطراف طبعاً ربما يكون متفوت من مكان إلى آخر أو من مديرية إلى أخرى طبعاً بعض المديريات هي من تشكيل مجلس المحافظة ربما العلاقة تكون مع أكبر بعض المديريات في تنسيق وتعاون الشرطة الحرة تنسيق بشكل كامل مع مجالس المحلية أماكن وجود مراكز الشرطة مجالس المحلية الفرعية تنسيق معها بشكل كامل مع مجلس المحافظة ربماً في الإطار العريض لكن أيضاً لن ندعي أننا وصلنا إلى الشئ المطلوب يجب أن نعي حقيقةً أن العمل الانفراضي لن يؤذي بنا إلى مؤسسة حقيقية ولا إلى بناء دولي بشكل جيد يجب أن نتعامل على أساس الصفة الاعتبارية مجلس المحافظة حالياً في حلب يعتبر السلطة الإدارية الأعلى من المفترض يجب أن يأخذ دور حقيقي بالتواصل خارجياً وداخلياً نعاني حالياً من نقص في المؤسسات نقص في الرقابة نقص في المؤسسات التنفيذية نقص حتى في هيكلة القضاء فمجلس المحافظة بطريق التكوين وتصميمه وبانتخابه من كامل المحافظة الذي يملك أوسع انتشار على أراضي محافظة حلب الحرة هو الأقرب والأسطح لسد هذه الثغرات وهذا النقص فيجب أن يعطى هذا الدور لكي نبدأ حقيقةً بالإذعاء بأننا نبني دوله في هذا السياق سمع المواطن الحلبي كثيراً في موضوع إطلاق ميساق حلب أطلق عليه مجلس المحافظة ميساق حلب أهمية هذا الميساق ومن الجهات التي وقعت على الميساق وماذا يمكن أن نبني على هذا الميساق؟ ميساق حلب طبعاً هي الفكرة كانت توصل قدر الإمكان إلى رأي موحد يخص السورة السورية على الأقل في محافظة حلب لا يمكن فصل العمل المدني على العسكري حتى التسمية بحث ذاتها مدني وعسكري أنا غير مؤيد ذاتها تسمية نحن ثوار لم يكن العسكري في الأساس هو عسكري ولم يكن المدني في الأساس خارج المجتمع السوري المجتمع السوري الشعب السوري قام فيه ثورة البعض حمل السلاح والبعض تجه إلى العمل المدني فنحن ثوار أنا ضد التقسيم عسكري ومدني ما دور الميساق في تقريب هذا الوجهة؟ الهدف من الميساق هو انبسق عن شيء آخر تم تشكيل ما يسمى مكتب الارتباط والتشاور اللي بيجمع مجلس المحافظة مع الهيئات أو المكاتب السياسية في الفصائل العسكرية الموجودة في محافظة حلب فكرة للتجميع لتبادل الأفكار للتواصل بشكل مباشر وليس عن طريق البيانات والإعلانات والنت والآخرين فكان الهدف منه هو جمع الأشخاص بشكل مباشر يتلقوا الحديث بشكل مباشر وليس نقلا الفكرة طرحت لوضع إطار عريض لهذا المكتب فكان الميساق طبعا وقت عليه عدد فصائل أيضا كما يحصل بالهيئة العامة وغيرها التأخير هو الأوضاع الأمنية الحالية الاجتماعات ربما تؤجل ربما أوضاع في منطقة تؤثر على الاجتماع وتأخره لكن الهدف الأساسي هو تقريب وجهات النظر التشارك هم شيء التشارك بين قناة الجناحين العسكري والجناح المدني فلا يمكن للطائر أن يحلق بجناح واحد في الأون الأخيرة تشكل اتحاد مجالس محافظات السورية التي تعمل في إطار الثورة ما الداعي لتشكيل مثل هذه الأتحاد وما هو أهدافه وما زي ممكن أن يقدم للمحافظات المحررة طبعا نحن نخوذ تجربة مجالس المحافظات نعتبرها تجربة جيدة ونتمنى لها النجاح دائما فهي من أنجح التجارب في الثورة السورية كما كانت المجالس العسكرية أنا شخصيا أعتبرها كانت ناجحة لكن لم يكتب لها النجاح لأسباب عديدة داخلية وخارجية اتحاد أو مجلس أعلى مجالس المحافظات أيضا بنفس الفكرة ونفس السياق كان هو تبادل الخبرات بين مجالس المحافظات تجربة حلب قديمة في مجلس المحافظات بعض المجالس حديثة العهد الوصول إلى قرار واحد ورؤية واحدة فيما يخصم المجالس المحافظات إعطاء قرار على الأقل يمثل المحافظات المحررة بشكل مباشر عن طريق بيان موحد وليس بشكل بيانات متعددة تصدر بعض البيانات تصدر للأسف توصل رسالة غير جيدة عندما تقرأ بيان بأمر ما من السورة السورية عليه أربعين توقيع أو أربعين ختم نعم صورة غير جيدة يجب على الأقل البذء بحلقات جالس المحافظات يعتبر جزء وصالة العسكرية يعتبر جزء كم سيكون من الجميل أن يصدر بيان يمثل الجناح العسكري بختم واحد وتوقيع واحد كم سيكون جميل أن يصدر بيان يمثل العمل المدني أو الجناح الآخر من السورة أيضا بختم واحد وتوقيع واحد داخليا وخارجيا هذا الاتحاد كيف سينظم العلاقة مع الحكومة مع وزارة الإدارة المحلية مع الاتلاف هل هناك يعني توصيف العلاقة بينه وبين اتحاد مجالس محافظات أم ستبقى العلاقة مباشرة بين الوزارة وجالس محافظات على حدة كلنا على حدة هو ليس بديل إلى وزارة أو إلى حكومة ليس بديل هو فقط خطوة في سبيل التقارب والتشارك والتعاون طبعا ليس موجه ضد أحد بالعكس هذا شيء نحن نطلبه في جميع مجالات السورة نطلب التقارب خصوصا في مجال العمل الواحد فهو ربما حتى مع الحكومة ستكون العلاقة بشكل مركز أكثر عن طريق هذا المجلس جميل على مستوى العلاقات الخارجية ما هو الأبواب التي فتحها مجلس محافظة حلب في دورته الثالثة إن كان مع الدول أو المؤتمرات أو خلال تم ذكره حاليا مشاريع التوأم مع المدن مدن الأوروبية طبعا مجلس محافظة يعني فيه لتواصلات جيدة مع الدول الأوروبية مع تركية بشكل أكثر من غيرها باعتبار الجوار واللاجئين السوريين موجودين بشكل كبير في تركيا موضوع التوأم حاليا يعدي لمشأة توأم مع مقاطعة اليون بفرنسا قدم بعض المشاريع الجيدة والشاملة تقريبا لمحافظة حلب مشاريع خدمية مشاريع مياه أفرام متنقلة طاقة شمسية فالمشاريع حاليا تدرس من المتوقع أن يتم توقيع هذه الاتفاقية في بلاي شهر الثاني أيضا كان في المجلس مدينة حلب وميزس كان في توأمة حاليا يتم التواصل أيضا مع غازي عنتاب لنفس الموضوع مشروع حاليا يقام في المنطقة التي يطلق عليها المنطقة الآمنة أو المنطقة الأمنية نعم هو مشروع دعم الاستقرار تم تشكيل لجنة برعاية مجلس المحافظة نعم طبعا الداعمين هي دول عن طريق المنظمات المفوضة بهذا الأمر من قبل هذه الدول المشروع يهدف إلى المناطق التي تقع ضمن المنطقة وتطلق عليها الأمنة أو العازلة بهدف إعاطة الاستقرار وإعاطة الأهالي إلى هذه الأماكن بعد تحريرها بحيث تأمين الخدمات الأساسية كبداية لعودة الأهالي ومن ثم تسليم المجلس المحلي الذي يتم انتخابه في هذه الأماكن متابعة العمل طبعا هذا المشروع هو مشروع كبير لخص المنطقة من مدينة أعزاز حتى نهر الفراث عمل تدريجي دائما يتبع التحرير مجلس المحافظة هو مشرف عليه بالتعوى طبعا مع هذه الدول فنحن نظن أن مجلس المحافظة ضمن الإمكانية المتوفرة له عمل تواصل جيد حضور جيد شراكات جيدة ونتمنى الأفضل سيد بشير في ختام هذه الحلقة ما هي الرسالة التي تتوجهها للثوار للشعب السوري إن كان في المناطق المحررة أو النازحين أو في بلاد اللجوء طبعا نصر عدة رسائل ما هو رسائلة وحدة يعني رسائلة إلى الداخل نتمنى أن تعود السورة فطرية كما كانت نتمنى أن نضع أمامنا الهدف الأسمى والأكبر لهو نصر السورة وهذا يعني تنازلات لبعضنا البعض أن نعذر بعضنا البعض أن نعطي الفرصة لبعضنا البعض علينا أن نعلم أنه إما أن نكون إما أن لا نكون إذا فشلت هذه الثورة فعلينا لانتظار عقود طويلة للحصول على فرصة أخرى أتمنى أن نضع الهدف الأسمى أمامنا ونتجاهل أي أهداف أخرى أن نحاول أن نلتقي على نقاط الاتفاق ونتجاهل نقاط الخلاف وليس العكس كما يحصل حاليا أتمنى من اللاجئين السوريين الذين هاجروا خارج الحدود أن يكونوا رسالة لهذه الثورة أن يعبروا أن يقوموا بدورهم ويصفوا هذا النظام المجرم كيف كان يقبع على صدور الشعب السوري وكان يسروا خيرات هذا البلد وكان يحكم بعصابه وليس بدوره السيد بشير عليط ومحافظ حلب الحرة أشكرك شكرا جزيلا على ساعة صدرك واستضافتنا في هذه الحلقة شكرا لكم وبرك الله بكم وجزاكم الله بكل خير أعزائي المشاهدين من هنا من أراضي سوريا المحررة كنا وإياكم أعزائي المشاهدين في لقاء خاص مع مجلس وحافظة حلب الحرة نشكر فريق البرنامج الذي سامى في إعداد وأخراج هذه الحلقة والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين هذا علي حلاق يحييكم نستودعكم الله في حفظه ورعايته إلى لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة